أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية ما تشهده العلاقات البحرينية الهندية من تواصل حيوي واستراتيجي في التطور مما يجسد شمولية وعمق الروابط الحضارية الممتدة بين البلدين لقرون طويلة مشيرا سموه إلى ما يؤثر العلاقات التنائية بين البلدين من ثقة وتفاهم يعززه تبادل الزيارات على كافة المستويات ولدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الفريق الركن الشيخ راش بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية في قصة الإقضبية اليوم مع سعادة السيد راجنات سينغ وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة رحب سموه بزيارته إلى البلاد متمنيا سموه النجاح لأعمال الاجتماع الأول للجهة الأمنية البحرينية الهندية الذي يشارك فيه الوزير ويتناول موضوعات أمنية هامة كالتصدي للإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الملفات وكلسموه على أهمية توحيد الجهور ضد الإرهاب وتبعاته والتصدي لمختلف التحديات الأمنية التي تخلقها التطورات على الساحة الإقليمية فالإرهاب والتطرف تهديد للبشرية جمعاء وتقويض للمقتصابات التي حققتها الإنسانية مشيرا كذلك إلى الاهتمام المشترك بملف الاتجار بالبشر واتخاذ موقف حازم ضده بما يحافظ على كرامة الإنسان في كل مكان وحمايته من كافة مظاهر الاستغلال لغايات من التكسب غير المشروع منوها سموه بتطلع المشترك لدى البلدين الصديقين في الاستمرار بتفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية الهامة بما يضيف بشكل نوعي إلى منظومة التعاون والتنسيق الشامل بينهما في كافة المجالات لتتسع أفقها بما يتلاءم مع حجم العلاقات الثنائية وامتدادها التاريخية مشيدا سموه بما يشكله الاجتماع من تفعيل الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها بين البلدين في ديسمبر الماضي من جانبه أعرب وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة أعرب عن شكره وتقديره لفرصة لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادر العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معربا عن تطلعه لنتائج الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين وذلك للمشاركة في أعمال اللاجتة الأمنية البحرينية الهندية وعقد مباحثات موسعة لبحث التعاون والتنسيق الأمني في مجال تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك